من خلال ما تقدم من حديث في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة زبدة المخط الصالحون هم القميون اصطلاحا المضمون الذي ورد في رواياتهم الشريفة لولا القميون لضاع الدين هذا هو الذي أقصده حين أقول القميون بعيدا عن الجغرافيا وبعيدا عن الانتساب القوم القبلي الأسري إلى غير ذلك من الارتباطات والانتماءات المختلفة السلف الصالح الصالحون هم القميون القميون بهذا البيان الذي تقدم ليس الحديث عن بلدة بعينها مع الاحتفاظ بخصوصية البلدة وقدسية تربتها لكن النعمانية لا هو من أهل البلدة ولا علاقة له بها ولكنه قميون من الطراز الأول منهج السلف الصالح منهج آل محمد المنهج القميون لا أريد أن أركز الحديث على الشخص البشرية إنما جئت بهم أمثلة ونماذج ومعالم شخصية لأجل أن نعرف من هم القميون ما هو ذوقهم كيف يفكرون الثمرة في الكتب حين نتحدث عن المنهج القمي إننا نتحدث عن الكتب المنهج القمي بصائر الدرجات تفسير القمي الكافي بكله مع خصوصية الجزء الأول والثاني والثامن كتب الصدوق مكتبة الحديث الصدوق بكل تفاصيلها وجوهرتها كمال الدين وتمام النعمة الغيبة للنعماني مع ما بقي من تفسيره رغم أنه جزء يسير لكنه في غاية الأهمية كامل الزيارات إنها الوردة الأخاذة الجميلة بين هذه الخمائل العلوية هذه خمائل الوردة المميزة بين هذه الخمائل كامل الزيارات هذا الكتاب ليس كبيراً لكنه يشتمل على صعف مصفاً من المعرفة العلوية عبق يتهادى لكن الشعية لن يستطيع أن يلامس أريجه الحقيقي إلا عبر معارض القول الصادق فإن الفقيه من الشيعة لا يكون فقيهاً حتى يعرف المعارض الصادقية حتى يعرف معارض كلامهم هذا هو منطق العترة الواضح فحين أتحدث عن المنهج القموي إنني أتحدث عن ثقافة العترة والروايات التي تحدثت عن حجية قم وحجية أهلها من أمثال هؤلاء فإن الروايات لا تتحدث عن حجية تراب أو صخور أو شوارع أو بنايات أو مقابر أو مصانب ولا تتحدث عن كل شخص أمثال يقطن في قم الحجية مدارها مدار الحقيقة ومدار اليقين مدارها مدار المعرفة ومدار الوضوح ومدار التفسير ومدار البيان وتلك الحجية لا تتجلى كما يريدها آل محمد إلا عبر هذه الواجهات التي أشرت إليها على المستوى البشري أو على مستوى الكتب والأسفار والتأليفات ملخص القول هذا هو المنهج القمي بنحو موجز وبيان سريع أعرض بين أيديكم أهم الملامح الإجمالية الواضحة للمنهج القموي والتي تتجلى في كل العناوين التي أشرت إليها حينما أعود إلى هذه الكتب والأسفار فإنني أجد بين سطورها بشكل عام إن كان الحديث عن بصائر الدرجات عن تفسير القموي عن الكافي عن كتب شيخنا الصدوق عن غيبة النعماني وما بقي من تفسيره وعن كامل الزيارات مع ملاحظة إنني لا أحصر الكتب بهذه العناوين فقط لكنني لأنني جئت برموز الأشخاص لهذا المنهج فهأني أتحدث عن كتبهم وإنني حين اخترت هذه الأسماء من الأشخاص ومن الكتب كان اختيارا بعناية فائقة جدا على الأقل بحسب وجهة نظري وقناعة الشخصية من خلال تجربة العلمية والعملية في الواقع الشيعي العلمي والعقائدي والوجداني لا أريد أن أفصل كثيرا في هذه المقدمة وإنما أذهب مباشرة إلى ما أثبته على هذه الورقة من ذكر ملامح هذا المنهج التي تتجلى بوضوح في كل هذه العناوين وفي كل هذه الكتب أولا وضوح البراءة الزهرائية الفكرية كل هذه العناوين البراءة الزهرائية المقترنة بالزهراء أساساً أساساً للعقيدة وميزاناً فيصلاً في قبول العقائد هناك براءة زهرائية فكرية واضحة جداً في كل هذه الكتب التي أشرت إليها هذا أولاً ثانياً هناك فهم للقرآن وفقاً للمنهج العلوي في كل هذه الكتب إن كان الحديث عن تفسير القموي باعتباره تفسير أو عما بقي من تفسير النعماني باعتباره تفسير أو في بقية الكتب التي تناولت الكثير من آيات الكتاب الكريم وفسرتها وبينت معانيها ومضامينها بحسب المنهج العلوي فهم القرآن وفقاً لمنهج علي وآل علي وفقاً للمنهج العلوي ثالثاً موسوعية عقائدية بالذوق الباقر الصادق بعيداً عن هذه العقائد المسخ التي جاءنا بها مراجعنا وعلماؤنا الكرام وفقاً لعلم الكلام الناصبي هذه الكتب تتبرأ تبرأاً قطعياً من منظومة الأصول الخمسة للدين العقائد التي ذكرت في هذه الكتب بريئة براءة قطعية من هذه المنظومة المسخ ما بين عقائد الأشاعرة والمعتزلة وأضافوا إليها الإمامة هذه الكتب راجعوها ستجدون منظومة العقائد فيها تختلف اختلافاً قطعياً كاملاً عن هذه المنظومة المسخ وهذا هو الذي يجعل حداً فيصلاً بين المنهج القموي وبين غيره هناك موسوعية عقائدية عقائدنا عناوينها كثيرة جداً هناك موسوعية عقائدية في هذه الكتب بصائر الدرجات تفسير القمي الكافي كتب شيخنا الصدوق غيبة النعماني وتفسيره كامل الزيارات هناك موسوعة عقائدية بالذوق الباقري الصادقي هناك ذوق خاص باقري في عقائدنا إمامنا الصادق كان يقول كان أبي يفتي بمر الحق مر الحق هو هذا الذوق العقائدي الباقري هذه الصفة واضحة جلية في هذا المنهج في هذه الكتب موسوعية عقائدية بالذوق الباقري الصادقي رابعاً خصوصية للفهم الحسيني لمذاق أب السجاد هناك خصوصية وتتجلى بنحو خاص عند ابن قولوي في كامل الزيارات هناك مذاق حسيني خاص يفوح بعطر مهدوي ممازجة واضحة ما بين حسين وما بين قائم آل محمد من رجع إلى كامل الزيارات ودقق في عبائره من أوله إلى آخره هناك نغمة واضحة على طول الخط تعانق حسيني قائمي إنها العقيدة الحق هذا هو الملمح الرابع خصوصية الفهم الحسيني الملمح الخامس الحضور أنني أتحدث عن الحضور الفكري الحضور المهدوي المتألق هناك حضور مهدوي متألق من بصائر الدرجات إلى تفسير القم إلى كاف الكلين إلى كتب الصدوق إلى غيبة النعماني وتفسيره إلى كامل الزيارات حضور مهدوي متألق بأجمل ما يكون هذه الملامح الواضحة والواضحة جدا للمنهج القم وكل هذه الحقائق تتجسد بشكل علمي نظري وبشكل عملي لو أردنا تطبيقه في بطون هذه الأسفار التي أشرت إليها هذه هي أهم الملامح لم أحدثكم عن كل الملامح إنما حدثتكم عن أهم الملامح الواضحة الإجمالية الظاهرة في هذا في هذا المنهج القمي وأذكركم ماذا قالت رواياتهم الشريفة لولا القميون لضاع الدين لمسة قمية في بيوتكم مفاتيح الجنان إنها للمحدث شيخ عباس القمي رضوان الله تعالى عليه قمي 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 ينتسب إلى الأرض وقمي ينتسب إلى المنهج هذا هو عطاء المنهج القمي مفاتيح الجنان لم يأتكم لا من مدرسة أصولية ولا من مدرسة عرفانية إنه جاءكم من بطون هذه الكتب من بطون جوامع الحديث والأدعية والزيارات هذه لمسة يسيرة من لمسات هذا المنهج رحمة الله على المحدث عباس القمي حين سألوه لأي سبب حضي هذا الكتاب يعني مفاتيح الجنان حضي بهذا التوفيق الشيعة في كل مكان تقرأ في هذا الكتاب والمحدث القمي شريك معهم في الثواب سألوه لأي سبب هذا الكتاب من بين كتبك له كتب كثيرة المحدث القمي لكن هذا الكتاب كتاب عجيب كتب الأدعية كثيرة ما السر أن هذا الكتاب يأخذ هذا المأخذ في كل مكان في كل المساجد في كل الحسينيات في كل المزارات في كل الحضارات المقدسة في كل المقابر في كل البيوت في كل المكتبات المقيمون في بلدانهم المسافرون للزيارات الذاهبون إلى الحج والعمرة لا تخلو حقائبهم من هذا الكتاب ومن لم يحمل هذا الكتاب في جيبه فإنه يحمله عبر الأجهزة الألكترونية عبر الموبايل في جيبه عجيب هذا الكتاب لمسة من لمسات هذا المنهج فحينما سأل المحدث القموي لماذا نال هذا الكتاب هذه الخصوصية قال لأنني أهديته للزهراء هذا هو السبب هذا الكتاب كتبته وجمعته ووضعته بين يدي الزهراء هذا هو العطاء الزهراء عبر المنهج القموي ألا تلاحظون معي من أن آثار المنظومة المهدوية الفائقة واضحة جدا في الرسائل التي أرسلها إمام زماننا صلوات الله عليه إلى شيخنا المفيد لو لم تصل هذه الرسائل إلى الشيخ المفيد وما وصلت إلينا هل نستطيع أن نستكشف هذه الحقائق لا يمكن أبدا استكشاف هذه الحقائق التي حدثتكم عنها في هذه الحلقة وفي الحلقات الماضية استكشاف هذه الحقائق بسبب آثار ونشاطات المنظومة المهدوية الفائقة في شقها الخفي هذه الرسائل التي وصلت إلى الشيخ المفيد وصلت بأسلوب خفي مكتوم الآن يصارت بين أيدينا ولما وصلت إلينا وتدبرنا فيها استطعنا أن نستكشف هذه الحقائق المهمة والمهمة جدا منظومة هذه بعض آثارها فهل الحديث هنا يكون جزافيا عن منظومة بهذا الإتقان وبهذه الحكمة وبهذا الأسلوب العجيب المبهر ويقول قائل بعد ذلك من أن الإمام لم يولد من أن الإمام لا وجود له من أن الإمام لا فائدة من الاعتقاد بحياته من أن الإمام لا نفعله فأين هو لأنه يريد من الإمام أن يصلي الجماعة في مجد الكوفة مثلا سذاجة في الفهم سطحية في العقول والسبب المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية لأنها ساذجة وسطحية بسبب ارتباطها بالمنهج الساذج السطحي المخالف لأهل البيت والذي هو في غاية البعد عن العمق والدقة وهذا الفهم الذي يحتاج إلى مذاق خاص وإلى درجة مميزة من التعقل والتفهم لحقائق الأمور وأبعادها الغائرة لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذه الجهة ولكنني أقول لكم بهذا يتم الكلام في الحاشية السابعة وحين يتم الكلام في الحاشية السابعة من مجموعة الحواش والتوضيحات التي ألحقتها بمجموعة الشاشات المتعددة يتم الكلام في العنوان الذي عنونت به حلقات هذا البرنامج من الحلقة الرابعة وإلى هذه الحلقة وهي الخامسة والثمانون يتم الكلام في حديث الولادة إنها ولادة القائم تم الحديث فيها بحسب هذا البرنامج وإلا فإن الحديث لا زال طويلا ولكن بحسب هذا البرنامج تم الكلام في حديث ولادة القائم صلوات الله وسلامه عليه اشتركوا في القناة